موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا كيف نقترب إلى الله كل الديانات تدور وتتمحور حول شرائع وعقائد وتقوس وفرائد وتحاول أن تقود الإنسان إلى الله أما المسيحية فتختلف عن سائر الأديان فالمسيحية هي ديانة طبعا ومش بس ديانة هي حياة من خلال حياة المسيح فالمسيحية تتمحور حول شخص حي الرب يسوع الحي المقام من بين الأموات القادر على كل شيء يقدر أن يغير وأن يحرر الإنسان يقدر أن يكتب الأسماء في سفر الحياة وأيضا المسيحية أحبائي هي يعني تعلم أن الخلاص هي مبادرة إلهية مش الإنسان بيسعى نحو الخلاص ولكن الله هو الذي أخذ زمام المبادرة فالمسيحية تنادي بكل بساطة أن إله الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي الوحيد لا شريك له ولا توجد أي آلهة أخرى أمامه والمسيحية تنادي أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الموحى بها ولا يوجد أي دستور آخر أو أي مرجع آخر إلا الكتاب المقدس ثم المسيحية تنادي أن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص هو الطريق الوحيد إلى السماء وهو الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية وهذا ما يميز المسيحية عن سائر الأديان فكل الأديان من كلمة دين ريليجيو من اللغة اللاتينية الأصلية هو ما يربط الشخص في قوة عليا فدائماً كل الأديان تحاول أن تربط الإنسان في قوة عليا الله إما عن طريق الجهاد والعمل والمكافحة عن طريق الصوم والصلاة وعن طريق الأعمال ولكن الله قدوس كيف نصل إليه وكيف نستطيع أن نرضيه وكيف للإنسان المحدود أن يرضي الله الغير محدود بأعمال صالحة لذلك أحبائي فالمسيحية تنادي أن الخلاص هو مبادرة إلهية ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا مشاهدين السؤال كيف نقترب إلى الله وبعد قليل سأقرأ بعض الآيات من كلمة الكتاب المقدس أو خليني أبتدي في الأول بالقراءة من كلمة الله من الكتاب المقدس مكتوب في آية ستة يعقوب أربعة آية ستة ولكنه يعطي نعمة أعظم لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطى وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم فالسؤال كيف نقترب إلى الله حبائي لقد خلق الله الإنسان على صورته ليكون في علاقة معنا لنكون تاج خليقة ونكون لذة خلقنا لمجده ولنسبح اسمه العظيم ولكن المأساة الكبرى أن الخطية دخلت إلى العالم من خلال آدم وأخطأت البشرية في آدم فالخطية دخلت شوهت كل شيء لوثت كل الإنسان نفسا وجسدا بل تفشت الخطية واستشرت في كل نواحي الحياة حتى أصبح كل تصورات وكل فكر الإنسان إنما هو شرير من أجل هذا في البداية أخذ الله المبادرة لخلاص الإنسان أخذ هذه المبادرة طبعا من أجل اسمه ومن أجل محبته للجنس البشري وذلك عن طريق الذبيحة الدموية فالله ألبس آدم وحواء أقمس من جل تقدم هذه الدبائح الدموية بالإيمان لنوال الغفران ولستر وتغطية الخطية ولتجهز الإنسان بالإيمان يوما ما لما سيحدث ليسوع المسيح بموته الكفاري البديلي على الصليب من أجل الجنس البشري ويسمي هذا الدم دم كريم دم ثمين مش بس ليكفر ولكن ليزيل تأثير الخطية وليزيل الغضب الإلهي لأنه غضب الله معلن على خطية الإنسان من البداية مكتوب عن الله أنه رفض ذبيحة قائن وقبل ذبيحة هابيل وطبعا لأنه حياة النفس هي في الدم فالدم هو اللي بيعطي الأكسجين لكل الجسم ونفس الله في الإنسان فإذن الحياة في الدم لقد جاء المسيح بعدما عجز النموس عن خلاص الإنسان جاء المسيح بعدما عجز الأنبياء لتخليص الإنسان وعجز الناس بكل المحاولات عن طريق الذبائح عن طريق البر الذاتي عن طريق الصدقات والحسنات والصوم عن طريق الأعمال ولكن كم من الأعمال تستطيع أن ترضي الإله القدوس لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت وليست أعمال صالحة أجرة الخطية هي موت وأما هبت الله فهي حياء أبدية في المسيح يسوع ربنا فإذن بموت المسيح صار لنا الدخول وصار لنا القبول وصار لنا الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ونلنا الحياء الأبدية أصبح لنا الثقة أن نتقدم إلى عرش النعمة أصبح لنا الثقة أن نتقرب إلى يسوع المسيح والسؤال أحبائي كيف نقترب إلى المسيح أولا أحبائي نقترب إلى يسوع المسيح عن طريق قبول المسيح عن طريق تسليم الحياة والكيان إلى يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وأيضا مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فإذن عن طريق قبولنا ليسوع المسيح وذلك عن طريق الولادة من فوق الولادة الثانية الولادة الروحية الولادة من الروح القدس أو الولادة بعمل الروح القدس الولادة الروحية عندها نصبح خليقة جديدة كما يقول كتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ونصبح أولاد وبنات للرب مكتوب في يحنى الإصحاح الأول والآية 12 والآية 13 مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه ويواصل في الآية يقول الذين ولدوا من الله الولادة الروحية الولادة من فوق ثم يقول الكتاب المقدس فكما قبلتم المسيح يسوع الرب أسلك فيها نحن نقبل المسيح ونسلك كما سلك ذاك رسالة يحنى الأولى إصحاح 2 والآية 6 وهنا هذه الآية أحبائي في كلوسي إصحاح 2 والآية 6 ألاحظ يقول الكتاب نقترب إلى الرب مكتوب اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطاط وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين فإذا نقترب إلى الله أولا عن طريق الخضوع لله ثانية عن طريق مقاومة إبليس قاوموا إبليس فيهرب منكم ثالثا عن طريق الاقتراب إلى الله ثم عن طريق تطهير قلوبنا أن ننق أيدينا وأن ننق قلوبنا أي أن نعيش بالطهارة الكاملة فالسؤال مرة تانية كيف نقترب؟ واسمحوا لي أن أتكلم عن بعض النقاط كما قلت أن الله اقترب للإنسان عن طريقة ذبيحة المسيح عن طريق الأضحية لأنه لا يمكن يعني ذبائح من عجول وتيوس وخرفان أن تكفر عن الإنسان فالذبيحة في العهد القديم كانت تقدم أي أن الذي يقدم الذبيحة يضع يد على رأس الذبيحة وينظر بالإيمان مستقبلا إلى ذبيحة المسيح وكأن الخطية انتقلت إلى الذبيحة ومن خلال الدم المسفوك يتطهر الذي يرش فيتطهر من الخطية وهذه خطوة إيمان مستقبلا لما سيفعله يسوع المسيح وبما أن المسيح طهر خطيانا وقدم نفسه ذبيحة وقربانا مات موتا بدليا عن الإنسان ومات كفارة سترا وغطاءا ليوفي المطالب والعدالة الإلهية ولكي يكفر عن خطية الإنسان وعن كل خطايا البشرية بالإيمان نستطيع أن نتقدم إلى يسوع البسيح بما فعله هو من أجلنا وعندما نقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا على حياتنا فإذا نستطيع أن نقترب إلى الله فاسمح لي أن أسرد بعد النقاط السريعة أولا كيف نقترب نقترب إلى الله عن طريق التوبة التوبة تعني تغيير الفكر والرجوع إلى الله هذا الرجوع أي تغيير الفكر واتجاه الحياة ومسلك الحياة التوبة والاعتراف بخطيانا يوميا لأنه مكتوب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يطهرنا من كل خطيه فهو يعني نقترب إلى الرب عن طريق الاعتراف والتوبة إلى يسوع المسيح مكتوب ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره لهذا قال يعقوب نقوا أيديكم أي اغتسل من الخطيه ثم شيء تاني نقترب إلى الله عن طريق القداسة والطهارة أيضا مكتوب اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لا تستطيع أن تدنوا لا تستطيع أن تقترب لا تستطيع أن ترى الرب عبرانيين 12 والآية 14 في مزمور في العهد القديم مزمور 24 سأل المرنم من يصعد إلى جبل الرب جبل الرب يعني مكان الهيكل مكان العبادة مكان حضور الله من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه يكمل قائلا الطاهر اليدين والنقي القلب مزمور 24 آية 3 وآية 4 لهذا قال يسوع المسيح طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يستطيع أن يروا الله طبعا بالإيمان شيء ثالث كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق دم المسيح نقترب إلى الله عن طريقة كفاية ذبيحة دم يسوع المسيح من أجل كل البشرية مكتوب فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع عبرانيين 19 آسف إصحاح 10 والآية 19 مكتوب أيضا في أفسوس 2-13 ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح نقترب عن طريق دم المسيح عن طريق الذبيحة شيء رابع كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق الإيمان الإيمان مكتوب ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود exist موجود وأنه يكافئ وأنه يجازي الذين يطلبونه عبرانيين إصحاح 11 والآية 6 ثم يقول في الرسالة إلى العبرانيين فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا ونجد نعمة آسف عونا في حينه أحبائي إن التقرب إلى يسوع المسيح ينبغي أن يكون عن طريق الإيمان بدون إيمان استحالي مستحيل إنك تتقرب أو ترضي الله مكتوب لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء النقي عبرانيين عشرة وآية 22 لاحظ نتقدم بإيمان وبقلب طاهر وصادق أيضا وضمير مغتسل طاهر خالي من العيوب خالي من الإحساس بالذنب لأن المسيح طهر خطيانا وغسلنا بالكامل شيء خامس كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله أو نتقدم إلى يسوع المسيح الشفيع الحي مكتوب فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون أو يقتربون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم عبرانيين 7 آية 25 اسمحوا لي أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح 2 يحنى الأولى إصحاح 2 من الآية الأولى يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا كل العالم أيضا تعرفوا الشيء المحزن في العهد القديم واقتباسها الرب يسوع في العهد القديم في إشعياء النبي إشعياء صحاح 29 والآية 13 مكتوب لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني يا للخصارة عم بحاول يكرم الله بس مجرد كلمات روتينية برددها على لسانه ولكن قلبه فاسد وبعيد كل البعد عن الرب ثم كيف أقترب إلى الله أقترب أحبائي بتقدم بتواضع أتقدم بتواضع بروح منكسرة لأنه مكتوب يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة اسمع ما يقول النبي إشعياء في العهد القديم إصحاح 57 والآية 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيي قلب المنصحقين واحدة من أهم الأسئلة اللي سألها النبي ميخة في صحاح 6 بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي خلوني أقرأ هذه الآيات لأنه بحب أقرأ كل الصياق الحديث مكتوب في آية 6 إصحاح 6 من نبوة ميخة بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة هل يصر الرب بألوف الكباش برابوات أنهار زيت هل أعطي تصور حتى بيوصى الوضع هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي اسمع ما يطلب الرب قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك أتقدم بتواضع وبروح منكسرة هذه الكلمات أحبائي قيلت طبعا يعني لشعب إسرائيل وكأنه الله بيتكلم هون كقاقادي ويعني اللي بيقدم دعوة على إسرائيل أو ضد إسرائيل بسبب أنه عم بيجوا لرب بذبائح ولكن بدون إيمان عم بيعطوا الزيت ولكن يعني مجرد من الخارج وعم يتكلموا عن عبادة عن دياني وأشكال مظاهر التدين الخارجي فصدمهم يقول بما أتقدم هل بآلاف المحرقات فطبعا الجواب طبعا الله قدوس ويرى القلب أحبائي اسمع ما يقول النبي هوشع أيضا وقالها لشعب إسرائيل الغير تائب بدت انتبه للكلمات قال إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات من اللي بيتكلم هون الله أريد رحمة لا ذبيحة معرفة الله أكثر من محرقات قال يسوع اسمع نفس صدى الصوت فاذهبوا وتعلموا من الآية اللي ذكرتها فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة ملاحظة الكلام مين اللي بيتكلم الله في العهد القديم يسوع بيتكلم هنا كالله وعادة بيسألونا وين المسيح قال أنا الله هاي آية اللي بتبرهن إن يسوع الله بيتكلم يقول تعلم أريد أريد ذبيحة أو أريد رحمة لا ذبيحة يتكلم كالله لأني بكمل لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة نجيل متى إصحح 9 والآية 12 والآية 13 تعرفوا واحدة من الآيات الجميلة اللي قالها آساف المرنم آساف في مزمور 73 قال أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي وقال هذه العبارة عن اختبار من بعد ما اتمرمر حياته وتزمر على الله أخيرا دخل إلى مقادس الله مكان حضور الله وبعدين وضع كل اختبار حياته في جملة وحدي قالها أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي يعني أفضل أن أقترب إلى الله أحبائي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة تانية السؤال كيف أقترب إلى الله 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 اقترب إلينا من خلال يسوع المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا عظيم وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر بالجسد يعني اقترب إلى الإنسان اتصار إنسانا كاملا بلا خطية لكي يفضي الإنسان ويكفر عن خطية الإنسان ولأنه إنسان كامل فاستطاع أن يكفر عن خطية الإنسان لأنه حمل الله بلا عيب كما قال عنه رسول بطرس افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بالعيب ولا دنس دم المسيح لاحظ معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه يا للعظمة شكرا يا رب شكرا يا رب إحنا نعترف بهذا الجميل ونشكرك إنك أنت اللي أخدت جسد إنسان وتواضعت وموت على الصليب حتى تخلص الإنسان ما أعظمك ما أمجدك ما أكرمك يا رب لهذا السبب أحبائي إحنا بنتكلم عن حضور الله فلا تستهتر بحضور الله يعني بكلمات أخرى لا تقترب إلى الله باستهتار أو بسخافة أو بكلام يعني هجومة على الله تعرفوا في العهد القديم الشيء العجيب والغريب إنه هارون أخه موسى كان يعتبر واحد من أقدس الشخصيات يكفي أن نقول هو رئيس الكهنة تخيل معي أولاده أولاد هارون رئيس الكهنة دخلوا باستهتار إلى حضور الرب إلى مكان الرب اقتربوا مثل نداب أولاد هارون نداب وأبيه مكتوب أماتهما يعني الرب ضربهم بالنار أكلتهم النار أماتهما الرب لأنهما قربا نار غريبة أمام الرب هذه القصة موجودة في لويين إصحاح عشر من الآية الأولى حتى آية سبعة شيء ثاني لا تقترب إلى الرب وتوجد خطية غير معترفة فيها مزمور 66 آية 18 إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب ثم لا تقترب إلى الله بمجرد فمك ومظاهر وأشكال مظاهر التدين الخارجي فالله يرى القلب ويرى النية ويرى الدوافع فإذن لا تأتي إلى الرب بمظاهر وأشكال التدين بل تعال إلى الرب من كل قلبك تقدم بمخافة ورهبة واحترام تقدم بتواضع وإيمان تقدم على حساب ما فعله يسوع المسيح مكتوب لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلم هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح انظر بالإيمان إلى وجه يسوع المسيح مكتوب في يحن 3.36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فإذا أحبائي مكتوب حتى وإنت جاي للرب وبتقدم حتى قربان مكتوب أترك قربانك قدام المذبح اذهب أولا واصطلح مع أخيك وحينئذ تعال أقدم قربانك فإذا هذا مهم جدا أحبائي لأنه لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب ولكن المسيح قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا خليني أخد مكالمي معنى مكالمي من يستينا من شمال أفريقيا أهلا وسهلا أخت يستينا ربنا يباركك أهلا بس عل صوتك قلت لك ربنا يحميك ويباركك حضرة القصيس ويباركك ويباركك أيضا شكرا موضوع اليوم حلو شيق رب يحميكم إبارك الطريق الوحيد للصلح مع الله فداء المسيح ودمه الذي يكفر عن خطايانا أمين أفاسوس سبعة واحد الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نأمته المجد المجد لإسمه آمين أفاسوس واحد سبعة نعم يكون من راعي عن نوع لانتقتنا في فداء المسيح ودمه المسفوق لأجلنا على الصليب لأنه الطريق للصلح مع الله الطريق الوحيد دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية يحنى الأولى سبعة واحد واحد سبعة نعم الإيمان بالمسيح فاديا يدخل إلى الحياة وهو يغيرنا من الداخل كما يقول في كورنيتوس الثانية خمسة ثمنتاش العفو خمسة سبتاش قال إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو دا الكل قد صاع جديدا يعني رب يسوع المسيح يجددنا من الداخل كما تقول التانيمة اصنعني أيها الفخار العظيم اصنعني لأصير حسب مشيئتك يا رب يسوء استخدمنا لنصير حسب مشيئتك لا حسب مشيئتنا نحن لأنه مشيئتنا دائما غلط الإنسان خاطئ مرحب مشيئة الله آمين 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 يا أخت يستينا شكراً كتير كتير صوت من شمال أفريقيا ربنا يباركك وفعلاً ربنا يستخدمك ويحميك كمان ربنا يكون معك خليني أرجع أكرر هذا السؤال مرة أخرى كيف أقترب إلى الله وهاي الجزء من الحلقة بدي يكون يعني أقترب بشكل احنا متكلم حالياً بشكل عملي أولاً أستطيع أن أقترب إلى الله عن طريق الصلاة الصلاة اليومية فالصلاة أن تدخل إلى المخدع وتصلي وتكون في علاقة مع الآب وهذه الصلاة بالروح القدس مش مهم المكان أو الزمان المهم أن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد له طبعاً إحنا كل يوم لازم نصلي مكتوب صلوا بلا انقطاع ما فيش يعني بالمسيحية صلاة فرائض أحيانا الكنايس بتنظم توقيت للصلاة وأنواع الصلاة ولكن بالمسيحية مكتوب صلوا بلا انقطاع صلوا كل حين ولا يمل مواظبين على الصلاة وهكذا بتتكلم عن حياة الصلاة بشكل يومي نبتدى نصلي أنه نشكر الله على يوم جديد نشكر الله على أمور كثيرة في حياتنا صلوات شكر صلوات تشفع ثم صلوات طلبات شيء تاني أقترب إلى الله عن طريق الكلمة كلما قرأت بالكلمة كلما عرفت صاحب هذا الكلام أتشبه به أعرفه أكتر فقراءة الكتاب المقدس هي الغذاء الروحي اليومي كما أن الجسد يتغذى على الطعام الجسدي يومياً فالروح تتغذى على الطعام الروحي يومياً اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فإذن أنا أقرأ الكلمة يومياً أتأمل بها أدرسها أتعمق بها أحفظها أتمسك فيها أستخدمها أستخدمها الإصغاء للكلمة الكلمة النبوية اللي الرسول بطرس مش بس تتكلم عن اختبار عظيم حدث على جبل المقدس جبل التجلي ولكن نعتمد على الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها الكلمة النبوية الكلمة النبوية فيها مواعيد فنثق بمواعيد الرب شيء ثالث كيف أقترب إلى الله ينبغي أن أقطع كل علاقة بالماضي كل شيء لا يمجد الله فالماضي أحبه كتير مرات بحاول يجرنا للورا وبحاول يمسكنا ويشعرنا بالزنوب والخطايا ولكن اعمل قطع للماضي وأسلك في القداسة العملية بشكل يومي لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة هذه هي إرادة الله قداستكم تسالونيكي الأولى إصحاح أربعة آية ثلاثة وآية سبعة ثم شيء مهم جدا انضم إلى مجموعة مؤمنين في كنيسة محلية بانتظام يعني جرب تروح على الكنيسة بانتظام في عبرانيين إصحاح عشرة مكتوب ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريد على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب في الكنيسة إحنا بنبني أحدنا الآخر فيها الشركة المسيحية في الكنيسة نبنى روحيا ونسبح ونعبد الله أحبائي وفي الكنيسة نحن نقترب إلى مائدة الرب العشاء الرباني لأن الكتاب يقول وكلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيه فاجتماعنا مع بعض هو تنبر ونعز بعضنا بعض أن الرب قريب الرب جاي عن قريب شيء خامس تشجيع خامس بالاقتراب إلى الرب مكتوب ولكن أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الآن وإلى يوم الدهر أمين بطرس الثاني صحة ثلاثة والآية تمنطعش محتاجين النمو الروحي بالنعمة والمعرفة يوميا أتقرب من الرب يسوع حتى أقترب منه أحس بنفسه ودقات قلبه وأتشبه بشخصه المبارك شيء آخر تعلم حياة الثقة بيسوع اعتمد على الرب يوميا لا تعتمد على ما يقوله الناس لا تعتمد على الظروف ولا تعتمد حتى على خدام خدام الرب اعتمد على الرب ثق في مواعيد الرب شيء سابع امتلئ من الروح القدس يوميا مكتوب ولا تسكر بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا يعني استمر في هذا الملء بشكل يومي امتلئوا بالروح عندما نمتلئ من الروح نستطيع أن نستخدم سيف الروح الذي هو كلمة الله نصلي بالروح نتكلم بالروح نقادئ بالروح بيصير عندنا التمييز الروحي والمعرف الروحي والحس الروحي والمواهب الروحي وثمر الروح القدس في حياتنا شيء آخر اقترب عن طريق العبادة والتسبيح نحن نجتمع لكي نعبد ونسبح الرب يوميا شيء آخر تستطيع أن تقترب إلى الله عندما تعلن مكتوب بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض اظهر هذه المحبة للعالم ولكل من حولك عيش هذه المحبة هذه المحبة هي التي تلمس هي التي تشفي وهي التي تخلص وهذه المحبة هي لغة يستطيع كل البشر أن يفهمها شيء آخر أحبائي اعمل انشغل في الرب اشهد يوميا اخدم كون بركة كون انجيل خامس يعني خلي الناس تشوف انجيل مسموع مقروء مشاهد من خلال حياتك كأنت ابقوا معي حتى أختم الحلقة بعد هذا الفاصل القصير موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى اهلا احبائنا مشاهدينا كيف اقترب الى الله مكتوب اقتربوا الي فاقترب اليكم اقتربوا الى الله فايه الوعد فيقترب اليكم عندما تقترب الى الله يقودك الى كل الحق ومش بس يقودك يقويك يسدد احتياجاتك ومش بس عندما تقترب الى الله يريك امور اتية عندما تقترب الى الله تستطيع ان تفهم امور كثيرة لانك اقرب الى الله ولكن اذا كلنا كما قيل في العهد القديم ابعد عنا قالوا لالله ابعد عنا لاننا بمعرفة طرقك لا نصر فالله يتركنا لانه في حرية الله لا يرغمنا ولا يجبرنا ولكن يدعوك للاقتراب قال قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة بس نصيحة الله يقول اختر الحياة لكي تحيى انت ونسلك من بعدك اقتربوا الى الله حتى يقترب اليكم مكتوب احبائي في ارمية تسعة وعشرين فتدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم وتطلبون فتجدون اذ تطلبون بكل قلبكم فأوجد لكم يقول الرب احبائي الله لا يرفض اي انسان يقترب اليه باطضاع وبانكسار مكتوب ايضا الله لا يحتقر مرذلة المسكين على فكرة الاقتراب هو علاقة المحبة الحميمية بالله فمثلا في العهد القديم الاقتراب الى محضر الله يعني هذا مرتبط كان بالكهنة واللويين اللي بيخدموا في خيمة الرب او في هيكل الله ثم يقول الكتاب في في لويين اصحى عشرة في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمجد فاذا في العهد القديم هذا الارتباط كان ارتباط مع خدام الرب الكهنة واللويين اللي كانوا بيكهنوا اللي كانوا بيخدموا فالكهنة كانوا جماعة منفصلين يعني مقدسين مخصصين لخدمة الرب ممسوحين لهذه الخدمة بالدم وبالزيت حتى يستطيعوا ان يقوموا بهذه الخدمة وهذه الخدمة مميزة والشيء الجميل في العهد الجديد يقول عن الكتاب اصبحنا مملكة كهنة والرسول بطرس يقول يعني اما انتم فجنس مختار كهنوت ملكي ام مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم الى نوره العجيب ولاحظ هاي الدعوة دعوة مقدسة بالنعم مش بالاعمال وهاي الدعوة التي دعيتم اليها هي مخصصة لكل واحد بيقترب الى الرب تعبير عن المحبة تعبير عن الانتماء وتعبير عن الولاء والطاعة الكاملة للرب في القريبين مني اتقدس يقول الرب ثم احبائي الكتاب المقدس يقول الرب قريب الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق مزمور مية وخمسة واربعين والآية طمانتعش قال الرسول بولوس افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع حبائي الاقتراب هو عندما نقترب هو الاحساس بعدم الاستحقاق تعرفوا زي الفريسي والعشار الفريسي فاتي صلي كان متكبر وقال اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار العشار مكتوب لم يشأ ان يرفع عينيه الى فوق بل قرع على صدره علامات التوبة وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ هذا الاحساس بعدم الاستحقاق او عندما ادرك الابن الضال ان ما فعلوا ضد ابيه كانت جريمة شنيعة بشعة ولكن قال اخيرا خليني القي نفسي على النعم على الرحم عند الاب عند ابي اقوم واذهب الى ابي وقول يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك لست مستحق ان ادعى لك ابنا اجعلني اجعلني بس دخيلك يعني طعميني وكل وشربني اجعلني كاحد اجراك ولكن الاب قبله وقبله واستقبله ورجع الى البنوة عندما نقترب احباء الله لا يحتقرنا الله لا يترك اي انسان بيتقدم من كل قلب صادق وطاهر فهو لا يحتقر الانسان ذبائح الله يروح من كسرا ولكن عندما نأتي الى الله باحساس عدم الاستحقاق عندها يهبنا الله الكرامة والقيمة والرفع احبائي فاذا ان قيمتي هي في الرب وكرامتي هي في الرب والرب هو الذي يرفع واذا في اي انسان واذا في اي بشر تحاول ان ترفع نفسها الى الله لا تستطيع ان تصل فاذا تأتي الى الله من قلب طاهر اخد مكالمي اخيري من جون من فلسطين اهلا وسهلا اخ جون سلام ونعم يا ابونا اه عالي صوتك شوي اخ جون سلام ونعم سلام ونعم سلام ونعم سلام ونعم الرب يسوع معك اه انا سعيد كتير بالمشاركة والرب باركك على الخدمات حبيبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك ابونا فضل انا حاب بس المداخلة تكون انه اه يعني الرب اصلا يعني دعاء انا لتوبة من ارساله للرب يسوع المسيح وقدم نفسه على الصليب هاي اكبر دعوة يعني من الرب للتوبة وانا يعني بطبيعة الحال شخص عابر الرب يسوع المسيح هو اللي فعليا اللي فعليا حل علي في احد المواقع من خلالها انا امنت يعني فعلاقتي مع التوبة هي دائما يعني شبه ابدية دائما انت معرض انك التوب وتكون في وقام مع الرب وفي حضرته امين اخ جون يعني فعلا مثل ما اذا انت شاهدت الحلقة في البداية انا ذكرت انه لازم نيجي للرب عن طريق التوبة والاعتراف هذه التوبة مقرونة بالايمان الايمان بالرب يسوع المسيح والتوبة هي تغيير الفكر 180 درجة انا ارجع الى الرب الرب يباركك يا اخ جون وانا بتمنى اذا ممكن تتواصل معنا الاسبوع القادم فعلا بحب اسمع منك واعرف كيف اقتربت وكيف اختبرت الرب ولانه الوقت يعني ازف ويعني امامنا يمكن اعتقد دقيقتين بس بحب اعطيك فرصة في الاسبوع القادم انك معنا فخليني اقول في الختام احبائي انه الله هو عاوز يعطينا مما عنده لانه عندما تقترب وتتعرف اكتر على الرب كل ما اقتربت كل ما عرفت الرب اكتر كل ما ادركت كل ما افهمت اكتر كل ما اتشبهت بيسوع المسيح ودايما عادة الانسان يتشبه بالقائد هل القائد مثال لي طبعا كلنا جميعنا متفقون لا توجد شخصية في كل التاريخ اعظم من المسيح وطبعا تستطيع ان تقرأ العهد الجديد وتكتشف فالمسيح هو الكامل الوحيد اللي ما فيه اي خطية بشهادة الاعداء قبل الاصدقاء فبمن اتشبه بالشخصية اللي عاش حياة التسامح حياة الكمال حياة بدون خطية لم يقتل لم يزني لم يتزوج طاهر كامل هذا هو يسوع المسيح اللي من نادي فيه ولكن برضو انت جاي امام الرب مكتوب اتضعوا قدام الرب فيرفعكم لا تستطيع ان تأتي بك برياء ولا برياء ولا باعمال صالحة ولا في بر ذاتي لا باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها نعم ان التقرب بيسوع او الى يسوع يجعلك ان تعمل اعمال يسوع اعمال الخير والرحمة واعمال البر والقداس والايمان اعمال الصلاح اعمال التي تثمر وتزهر في حياتنا تعرفوا ان المسيح انك تقترب هو بكل بساطة تقول له يا رب انا عاوز التوب انا عاوز ارجع للك سامحني على كل خطية انا بدعوك اليوم حتى تكون مخلصة ورب على حياتي ارحمني يا رب واقبلك كمخلص اذا صليت هذه الكلمات بحب اعرف منك لانه منحب نساعدك روحيا حتى تنمو تتعرف اكثر على يسوع المسيح اقترب ليسوع فيقترب اليك الرب يبركك اشتركوا في القناة